بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي بفقرتنا الطبية رح نتحدث عن التغييرات التي تحدث في جسم المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية أو ما يعرف بسن الأمل معنا الدكتورة أروى أبو شيخة خصائية نسائية وتوليد أهلا وسهلا فيك دكتورة يعطيك العافية كل عام وأنتي بقى الخير وأنتي بقى الخير وجميع النساء العالم بخير بهذا اليوم لعالم المرأة اخترت هذا الموضوع مشان نحكي عن أمور معينة بتتعلق بالمرأة بصحتها بتغيرات معينة بتسيب في جسمها بعد فترة معينة من التعب اللي بتواجهه سواء بالإنجاب وبالعمل وبالتحديات اللي بتواجهها فأكيد في مرحلة مهمة كتير ما لازم ننساها بتمر فيها يعني معظم السيدات اللي هي مرحلة انقطاع الطمث أو مرحلة سن الأمل نعم طبعا زماني إذا منعرف هم ما كانوا يعني كتير يعرفوا عن هذه المرحلة لأنه كان ما كانت واضحة عند السيدة بالضبط كان عمر السيدة كان أقل وبالتالي ما كانت تتمر بهذه المرحلة طبعا هلأ يعني عالميا عرفوا انقطاع الطمث أو سن الأمل اللي هو بعد انقطاع الدورة الشهرية لمدة 12 شهر متواصلين يعني لمدة سنة كاملة ما في دورة شهرية تعتبر السيدة دخلت بسن الأمل أو طبعا ما يكون فيه سبب طبي أو لانقطاع هذه الدورة زي الحمل زي أدوية معينة تقطاع الدورة نعم فبهذه الحالة بتكون دخلت بسن الأمل نعم هل هناك عمر معين ولا بيكون متفاوت بحسب جسم المرأة هرموناتها أو حتى طبيعة البلد أو الجو اللي بتعيش فيه أكيد هلأ هو عالميا عمله معدل لهذا العمر اللي هو حتى بالطب بيعتبره 51 سنة ونص يعني بهذا المعدل ولكن طبعا هو بيختلف من السيدة لأخرى عادة بيكون بعد ممكن أبل ممكن أبل يعني الرينج طبعا من 45 سنة إلى 52 أو 53 سنة حسب كل سيدة جيناتها كيف انبرمجة تكون نعم برضو إليه علاقة بالوراثة كيف والدتها بتكون إخواتها بتكون عادة هي نفس الإشي فيه نسبة قليلة كثير من السيدات اللي هما بنسبتهم بتوصل لواحد بالمية فقط اللي هما بتقطاعهم الدورة الشهرية قبل الأربعين سنة وهذا بيكون قطاع مبكر يعني فشل مبكر للموبيض نعم هلأ خلنينحكي المؤشر الأوضح هو انقطاع الدورة الشهرية لمدة 12 شهر شو بيرافقوا أيضا أعراض أخرى أو ممكن تحس المرأة بمضاعفات مش مفهومة ممكن نربطها بي سن الأمل أكيد هلأ بما أن المبيض هو سبب انقطاع الدورة هو توقف عمل المبيض عادة السيدة بتنولد أو الفتاة بتنولد بتقريبا 500 ألف بويضة وبيضلوا يقولوا مع العمار ومع قدوم الدورة الشهرية بتفقد الناس بتفكر أنها بتفقد بويضة واحدة ولكن هي فعليا بيصير إبادة من بويضة وحدة بتفقد هي بمعدل ألف بويضة بالشهر عشان هيك 500 ألف هدول عادة بيخلصوا مش بعدد السنوات اللي بتجيها فيها دورة شهرية بتكون أكتر طبعا بتنقطع الدورة بتبلش تلخبط لما يوصل تقريبا المخزون لعشر تلاف بويضة تقريبا يعني مش لما يكون سفر تماما لأنه زي ما حكيت كل شهر بدأت تفقد عدد معين هلأ لما يوقف عمل المبيض ويبطل فيه إبادة الهرمونات الأنثوية بتقل يعني بقل هرمون الاستروجين والبروجستيرون اللي هم أساسيين نعم لا جسم السيدة بشكل كامل يعني هرمون الاستروجين له مستقبلات تقريبا بكل أعضاء السيدة فعشان هيك منلاقي أنه نقص هذا الهرمون بيرافقه مشاكل كتير عندي السيدة وضروري أنه ما يعني ما يعني نهتم بهاي المرحلة ونهتم بحساسيتها ما نعتبرها إشي طبيعي وما نهتم بالسيدة بتمر بهاي المرحلة لأنها تأثر على نفسيتها بصورة كتير كبيرة نعم يعني أهم إشي الدعم النفسي أهم الأشياء لما ينخفض عندنا الهرمون أو ينقطع شو بيصير بجسم المرأة؟ أول إشي نفسيا هي رح تتدايق كتير رح تكون حساسة بالضبط حساسة هذا إشي مش يعني نفسي ما إلو سبب عضوي يعني هلو علاقة بالأعصاب والهرمونات فبيصيرها حالة قلق وكآبة وهذا الإشي لازم يعني زي ما حكيت تتلاقي في دعم نفسي بيستمر طول الفترة دكتورة ولا ببداية انقطاع الدورة الشهرية؟ هلأ هو كل أعراض انقطاع الدورة بتتفاوت من سيدة لسيدة في ناس تخلص عندهم المشكلة كلها بسنة وحدة في ناس ممكن تمتد لخمس سنين حسب تفاهم المحيط كمان بتفاهم المحيط وحسب هي كيف طبيعة جسمها كل إشي بتتفاوت من سيدة لتانية وكمان أكيد أنه هو يعني إشي يعني مش فجأة يعني عادة بيكون في لخبطة بالدورة الشهرية عدم انتظام بعدين بتقطع الدورة في حالات قليلة بتقطع تماما مرة واحدة وفجأة لكن المعظم بيكون تدريجي أهم عرض بتحس في السيدة بهذه المرحلة اللي هو الهبات السخنة أحنا بنسميها حينوضحها أكتر كمان إذا بصدت بالضبط هلأ الحبات السخنة أولي هي بتيجيها شعور ارتفاع حرارة مفاجئة بمتد من نص دقيقة لعشر دقائق ممكن رح يكون مزعج جدا يعني ما رح تقدر يعني رح ييق حياتها ممكن يصحيها من النوم شبتشعر بارتفاع درجة حرارة مفاجئة بشكل؟ تشعر أن وجهها كثير صار أحمر وصار فيه حرارة كثير كبيرة صدرها نفس الإشي ممكن تكون دينيا كثير برد وهي كثير تكون متدايقة أو شوبانة هلأ طبعا هاي الأشياء فيه إلى علاجات يعني احنا عاملين هذا الاشي اليوم نحكي فيه لأنه السيدات ممكن أنه فيه أشياء كثير نقدم لهم مساعدة فيها تخفف من هاي المعاناة يعني زي الهبات السخنة شو بيكون العلاج؟ هبات السخنة هلأ احنا منبلش أول شي ممكن من الأشياء الطبيعية اللي بالبيت فيه ممكن أحشاب معينة زي المردقور زي فول السوية زي الأمور هاي نعم ممكن أنها تخفف ولكن منسبة قديلة لأنها فيها نسبة بسيطة من الاستروجين ممكن نتوجه بعدها لفيتامينات فيها استروجين طبيعي فايتو استروجين اللي هما هدول بيكونوا أأمن شوي إذا ما ما تحسنت السيدة ممكن نلجأ للهرمونات البديلة نعوض النقص اللي هو موجود أصلا بسبب نقص الهرمونات طب الهبات الساخنة بتستمر ولا بتكون بأول فترة من سنة أمور؟ يعني بتستمر لمدة سنة عادتان 5% من السيدات ممكن تقعد 5 سنين كمان وهي طبعا بتوصل لـ 75% أو 80% من السيدات بتعاني من هذه المشكلة وهي تقريباً الكل يعني هلأ يعني 5% أو 8% من السيدات بتعرضوا للهبات الساخنة؟ بتعرضوا للهبات الساخنة نعم وممكن ما يتعرضوا؟ ممكن ما يتعرضوا وممكن تكون بسيطة وتخلص بسرعة وتكون مش متكررة كتير تمام هاي أول عرض بالضبط هلا الأشياء الثانية اللي كمان ممكن تحس فيها السيدة الكثير مهمة اللي هي أنه إحنا حكينا أنه هذا الهرمون موجود مستقبلات على الأعضاء التناسرية وأعضاء الحوض بشكل عام يعني مثل المثانر، الرحم، المهبل وهذه الأمور فبالتالي هي رح تحس بأعراض من هذا النقص اللي هو ممكن تكون معرضة أكتر لحدوث سلس البول أو لعدم القدرة على سيطرة على البول تهبيطات النسائية جفاف في المنطق كتير كبير ممكن يصاحبه أوقات مشكلة بالعلاقة الزوجية قلة بالرغبة الزوجية كمان برضو بتصير فهاي الأمور كلها مشكلة بتكون عرضة أكتر للالتهابات يعني خط الدفاع الأول اللي هو الهرمونات هاي بيروح فبتكون معرضة أكتر للالتهابات النسائية والالتهابات بالمعنى هاي بدها بتكون متابعة طبية مضبوط أكيد طبعا، احنا عم نحكي لأعراض عشان كل ست بتعاني من مشكلة من المشاكل أنا عم بحكيها أنه تعرف أنه فيئلها حل وفيئلها سبب يعني مش أنه طائع يترك الموضوع فيما يتعلق مثلا بموضوع هشاشة العظام برضو السيدات معرضات أكثر بهذه المشاكل أكيد هلا أهم أهم إشي إحنا بيأثر فينا موضوع هشاشة العظام الناس مش لازم تهملوا أبدا لأنه الوفيات اللي بيتعرضوا إلها سيدات من الكسور ومن مضاعفات الكسر نتيجة الهشاشة جدا عالية ما لازم نهملها هلا كمان في مجتمعنا احنا تعرض للشمس مش كتير كبير الانجاب برضو كتير فعشان هيك وفيه كمان نسبة من السمنة كمان برضو هاي بتساعد على أنها تزيد عشان هيك احنا منقول أنه سيدة بعد ما يخلص هذا الهرمون عندها رح تكون معرضة أكتر فضروري تركز في حياته على الغذاء الصحي الغني بالكاسيوم والفيتامين دي واشتقات الألبان والأجبان أكيد التعرض للشمس بصورة معينة آمنة طبعا وأكيد رح يلزمها مكملات غذائية من الكاسيوم والفيتامين دي لازم تخابع بي مكملات أكيد ولازم تعمل فحص صورة لها شعشة العظام تتأكد أنه سمك العظام دكتورا أنا بدي أختم بدور الزوج ودور الأبناء لأنه الأبناء المفروض بها المرحلة بيكونوا واعنين طبعا أكيد أنهم يكونوا وصلوا لأمر رمين شو بيكون دورهم شو بيحسن أهم إشي الدعم النفسي أهم إشي أنه نركز أنه ما نخليها تتعب نفسيا نساعدها بمهمتها بالبيت نعطيها وقت إلها تمارس في رياضة تأكل أكل صحي ونهتم في نفسية أهم إشياء دلعوها يعني شكرا إليك دكتورا روياتك ألف عافية نكملين معكم بفقرة دنيا يا دنيا بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي ترجمة نانسي قنقر